اهلا بكم مرة تانية نهاية مباراة الزمالك والنصر السعودي البطولة العربية كأس الملك سلمان كريستيان ورونالدو يصعد بالنصر الى دور التمانية مع الشباب السعودي الشباب السعودي اول المجموعة والنصر تاني المجموعة مبروك طبعا للشباب والنصر السعودي اتاهل الى دور التمانية مباراة غاية في الروعة للزمالك وكريستيان وبضربة رأس يحسم الصعود للنصر السعودي كنتم عسام عبدو اهلا بكم مرة تانية براءة الشباب التانية كانت فيه يعني رائعة روح قطالية غير عدية من نادي الزمالك لكن الضفط من الديئة يمكن ستين بيئة تسعين ينبش على دفاعاتنا الزمالك استغل رونالدو كرة تاماركوس جايد بيبان اهداف اللي بيجيبها كريستيان عطول من كرة عرضية رائعة لكونان يستطيع ان هو يصعد بالنصر ايه اللي حصل فيه الشوت التاني ولا يتم من هدف الزمالك ضربة جزيرة جاءت لمسة ايد الالكس ثم سجل زيزو ايه اللي بوصل بعد هدف زيزو بوصل المسكولة كلها يعني ايه عارف ايه انا مش عايزة اقولين ايه 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 في لعبيت باصر اوكي ان بعد الجول اي اي فرقة في العالم اي فرقة في العالم انت بتجيب فيها جول لازم هي يعني ببقى لعدي بكلام بلدي اللي هو عايزين يروح يجيبوا جول ببقى خطوطهم عامل ازاي بيبقى قدقين مسيحات اللي وراهم قدقين في عندهم مشاكل تمام لو انت مستجلتش ده بقى اول عشر دقايق بعد جولك خلاص يعني فيه ناس فيه مدرسة زي النهاردة كده اه رح راجع بكل قوته في التلت الاكير وراح لعب كمان اه شوية لعيبة طبعا لابت يعني انا بقى دي بالديني جدا وهي المنزرة انتا كاسبان واحد مش شرط قبلا لازم تطلع فوق كورة يا تنجل فوق دي واعمل فوق دي انا عمل باس السليم جول اعمل باس تاني جول تاني في وقت مهم جدا اعمل باس تاني جول تاني في وقت مهم جدا اعمل الفرقة التانية مفتوحة فده النهاردة دي السلبات النهاردة بتاعت نادي الزمالك يعني مش هقول لك هنا دي بداياتا بداياتا بعد تسجيل زنك لهدف الاول زيزو بوجيه بتغيير غريب لأسوريو بفرودي جزيري بتغيير اي شكل اه هل التغيير ده بنسباننا كان ممكن يتأخر شوية ولا وجهة نظر أسوريو ايه فادي انا يعني انا رأيي الشخصي انه هو تغيير الشي كبالة اه بوقع نزل بوقع ما كان كان شي كبالة ها هو اللي ممكن يطلع لانه هو الشي كبالة ابدا هي مش جاهز لسه او يعني انه ثلاث ماتشات في ست ايام ده كتير جدا عليه اه وسنه وقدراته الحاجات البدانية اللي فيه اه لا طبعا الجزيري النهاردة كتير جدا في اوقات كتير في الماتش وسرعات الديا ستين ده يعني مش مفهوم سوريو بفاقينا بحاجات غريبة سوريو اه لا وحاجة تانية النهاردة كمان حتى التغييرين الاخرانيين يعني انت ماشي سكر برضو ملعومش معنا دلوقتي يعني استنى كمان شوية وهو غير طبعا بنيمار عشان سرعاته يعني برضو حتما احنا ما سدقنا النهاردة فتوح رجع تاني فتوح رجع لمكانه النهاردة بيقدي النهاردة بيحاول يعمل حاجة كويسة الشوت التاني هو اه خلاه حر اكتر انه هو بطريته العداية انه العادي جدا بكل وجرته فانت النهاردة ما تجيش الراجل بعد كل ده وتروح تاني مطلعه انت عارف هو تقريبا ايه فتوح ده بشتتهم بل احنا هون اللي في شوت الاول شوت الاول بصد يعني هو ايه العب باكليفت يعني الراجل لافك ثلاث ملاكز النهاردة ليه لكل الموضوع مش مستاهن وبعدين انت النهاردة كذبان يا جماعة وانت كذبان اقل القليل بضغير تمام لكن انت ليه عمال بتاع من كده والجيب ده هنا وتروحاتي ده هنا الموضوع مش مستاهن مدلية ماشية كويسة والزمالك فرقة كويسة وبالنهاردة عمل جيم كويس قوي ومتازن جدا الراجل النهاردة برضو للأسف تدكتل بأفكاره عمل برضو حاجة برضو الكهارسية اللي هو بقابله على طول الهدف اللي جيه في مرمى محمد صبحي كان كرة كانت عرضية رائعة من كنان من ناحية الشمال تماركز خاطئ لعبدالغني ولا تماركز خاطئ لحاتم سكر لاتنين لاتنين احنا دائما في مبادئ دفاعية للمدافعين اتلعبت من هنا اتلعبت من هنا نتكلم ده هنا الزمالك اتلعبت من هنا من كنان وده كان الزمالكة هو الاتنين هو كريستانو كان هنا كريستانو هو وده حاتم سكر وده عبدالغني مصر كيف توليت اولا احنا عندنا مبادئ في الكورة الدفاعية اذا ما بقول لك عشان الحق اوكي عشان ابقى شايف المهاجم ام الاتنين ما عملوش الاتنين دول اولا جلسانو بينهم فما عملوش ال الهو تحت الكورة ام ده اول خطأ التاني خطأ ان انا معدلتش جسمي محمد عبدالغني عبايم اه عبدالغني هو والتاني طبعا سكر هو شايفه اوتوماتيك يعني عفل اه هل بنتكلم على ده كان ممكن اقول اه دي عمل دي وخلاص بس لكن هو عشان مش شايفه فشكرا يعني بعيد عنه مش شايفه البدهر مش شايفه البدهر وهو لو عدل جسمه بس موصيني شايف اللي فوشه تخيل تخيل طبعا للاسف تمركز خاطئ جدا قرار وحش جدا من الاتنين اه عشان كده انا بقول لك تغييره حاتب العيد كويس احنا مش مختلفين جاي ان شاء الله في مصر هيبقى حاجة كويسة لكن كبيرة في خمس دقايق انت عارف يعني ايه اللعيب بتاعك هيدخل الجيم امتا فاني في الجزيزة ده ده احنا بخلا جدا في الديفنس ما بنغيرش فيهم دول تركيز دول التركيز متاع الموضوع كله فتكيل ده لسه يعاني نازل وبرعب على احسن لعيب كان في العالم فترة كبيرة جدا كان مساتنا عالكورة تركيزه يعني مش موجود مشكلة يعني راجل اثري ودبس الولد صراحة يمكن كان فيه كرة النهاردة في الديئة 58 كانت انطلاقها من شيكابالا كان عندهم العيب واخد انظار اللي هو الديئة 58 كرة دي يعني ردوان جايد النهاردة عمل مغرأة كبيرة جدا حكم اللقاء النهاردة هو طاقم التحكيم كله لكن الكرة دي كانت ممكن تبقى نقطة تحول لصالح نادي الزمالك لو تم طرد الديئة نتيجة عرقلة شيكابالا متعمد وشدة نفس الوقت فاستغربنا جدا ان ما قداش انظار ثاني لالكس كان ممكن المطش كله يتغير سواء للزمالك او للنصر الصعود يعني صالح الزمالك طبعا دي حقيقة الكرة دي هو اللقطة دي مهمة جدا وطبعا وغير تأدي ايه في المطش لاني النهاردة لو قلتها انه ممكن تغير للزمالك طبعا ممكن تغير النصر ممكن النصر برضو يتعادل او يكسر مفيش مشكلة بس سهلة من الكلف ايه في الصح انت النهاردة برضو بتلاعب فرق احد وشهر غير ما بتلاعب عشرة بتلاعب تمانية غير ما بتلاعب تسعة النهاردة كدراتهم عاملة زي النهاردة حتى الراجل المدرب النصر النهاردة بعد الكرة بتلاعب عدده يغيروا فاهمني؟ يعني هو عادي جدا كمعرض للطرد فلا ايه دي طبعا حكم المباراة حكم ممتاز مفيش شك وليه تاريف وليه اسمه يعني عكس حكم الماطش اللي فات اللي بي لكن لأ الكرة دي هو بصراحة يولم عليها لان الكرة دي طرد اوتوماتيك مفارش كلام يعني ايه اي رأس كله انداعقني النهاردة بس يعني العشرين ديقة اللي كان فيها الشو شوية من لعب تنينة الزمالك بعد الجول دي من ديقاني جدا بصراحة لعني كان في مسائحات كبيرة جدا 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 في دهر النصر أنا عايز أسأل برضو سؤال المطش اللي فات عابنا نسأل على ناصر منسي ونقول ناصر منسي كان مفروض ينزل الشوط التاني في برات الشباب كان يبقى ممكن يبقى ليه دور في التالي وقلنا ممكن يكون يتصابه طب النهاردة ليه تلعب من غير مهاجم صريح خالص يعني لما طلعت الجزيرة أطبح زي مالك بلا رأس حربة صريح طب ليه ما بقاش ناصر منسي النهاردة كان يبقى ليه دور أنا مش قادرة أستوعب يعني بس هو الراجل اللغزه يعني هو تقريبا بيعملين حاجات عشان نقضي فكر فيها ما يبقاش الموضوع سهل يعني يعني هو مش هايزن الموضوع يبقى سهل ليه ده يعني أوكي أنا موافق على ان انت تلعب جزء من المطش بدون فروض صريح أنا موافق على فكرة ووجود كان عمر جابر ان هو فروض وهمي عشان هو سريع وعنده ستارت كويس وكان سايب زيزو ونضاي هم يعني هم اللي بيجي 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 كان له حاجة كويسة على فكرة أنا موافق بس ماينفعش الشيكاباله يكون موجود تمام كان هو برضو الشيكاباله هيبقى أول حاجة لو أنت عايزت تغير الاتنين غير الاتنين الجزير والشيكاباله مع بعض مفيش مشكلة لكن في وقت من الوقت الشيكاباله مش قادر يعني لسه مجهوده وطبع المخلاص الدقيقة داخل على دقيقة سبعين وهو خلاص المجهود بتاعه فللأسف النهاردة يعني أنا مستغرب راجل جدا هو بيحاولنا هو مدارب طبعا محترم وحاجة جامدة جدا وحاجة كوي جدا بس أفكاره في وسط الجيم صابقة ملاحظ انت الموضوع ده؟ حسيت نهاردة كتنقر بالضبط حسيت بخطورة مانية لما نزلش شوت تاني حسيت بأي فارق حصل في التالة الهجومي للنصر ولا ما كانش مؤثر نهاردة؟ إلا طبعا هو لسه مش مؤثر طبعا هو بغض النظر عن اسمه وطريقه وهو عامل ازاي ده حاجة ما نقدرش نتكلم فيها ولكن النهاردة هو واضح نحن لسه ما فيش فيه عدم انسجام فيه لسه ما فيش الباور اللي عنده اللي هو دايما موجود فيه مش موجود النهاردة بغض النظر انا بحاجة لعيب التنقر الزمالك النهاردة ان هما بصراحة بنسبة تسعين في المية بصراحة خليبقى الماتش بتاع الماتش الاول بتاع المانيستري كان بفير تعيسة جدا الزمالك عمل جيم كويس قوي هجومية بس هما يومها كانوا يعني مش موضوعين بس هما كانوا هجومين يعني الزمالك بيعمل حاجة فيها تعاون كويس قوي بين خطوطه وبين الاطراف الملعب وفي العمك لقدر حقيقي ما كانش الاتحاد المانيستري اختبارها حقيقي هو موارد الشباب والنص والله ماتش الشباب ده عارف انت اللي هو النسيان يعني انا بصراحة لو النهاردة نص الماتش بتاع النص احنا نكسب ماتش الشباب عادي جدا عادي جدا وكان زمالنا دلوقتي نقطة ان الشباب السعودي دي كان حاسمة النهاردة نقطة واحدة ازا؟ كير؟ اه يعني هقولك ايه اه يا رب نتعلم من الاخطاء دي اقولك على حاجة برضا قد من العصان النصر ما ينفعش اخرج من البطول لا لا ما ينفعش اروح فيه والكومنزة من الوضوع ده كله كله يعني الناس بتروح له هوا مية اتنين وخمسين مليون يورو كما تسؤال نادي النصر السعودي يعني ما ينفعش برضو يخرجوا كده من الدور الاول لا مش انا مش هستبدأ ولا هو ولا الاتحاد طبعا ولا اي حد انا انا مش هلالاتحاد هو اللي يخبر اتحاد جدا اه بنزيمة اه طبعا 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 يعني بص هو بصراحة اه الدخورة راحة لفرق السعودية طبعا ماش كلام يعني ومن نجاحها البطولة دايما الفرق بتاعة البلد هي اللي لازم توصل للنهائيات امس مش شرط تكسر مش شرط لكن فعلا النهاردة انا يعني بحيي نادي الزمالك جدا اه بالامكانيات ومشاكل ويجي كلها عجبني الروح القطرية وعجبني التنظيم داخل الملعب والشاكل القطرية كان في افضل افضل حالتهم انا مبسوط جدا ان هم نهاردة مركزين قوي والماتش اللي فات برضو لسه هسأل تاني يا جماعة مين اللي يشد نادي الزمالك مين اللي خلاهم تنشا كان فرع معانا جدا تخلال تنشا بس انا هقولي افضل لعب في مرة وانت هتقولي افضل لعب انا يعني هسيبك انت تقولي الاول لا 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 اقول بعدك انا شايف ان حسام عبد المجين نهاردة افضل لعب في مبارات نصر السود يعني ماتش كبير جدا هو ولد صغير وولد مكتهد جدا بيلعب على حد وانتا كان بيتكلم مع كريستيانو نواردة كده اه اه اطبع ده مش سهل يعني واح ده ازاي زي زيك لا طبع حسام حاجة جوة ان شاء اللهك ويسه وربنا يوفه ويكرمه اه 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 مين شايفه انا بص يعني انا بفضل دايما اه لا لا فاتوح فاتوح اه اه فاتوح النهاردة بيقوم بدور يعني انت حارف انت انا بحب دايما اللعبك تكتب فانجل في الاخ هاي دي المشكلة وكان في كورة اه عند خط المرمى كده اه 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 ام نجريد ها لا انت جريت كانت صعبة فعلا جدا هو برضو اه زيزو فاتوح حتى عمر جابر اوكي لا لا بصراحة يعني 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 النهاردة كله كل اللعبة كان في افضل حد حتى محمد صبحي في الكرات اللي جات عليه والتغطية اللي كان بيعملها ورا عبدالغاني وحسام طلع 4-5 كور لعجمات كانت ممكن تبقى أهداف لنصر السعودي احنا بس عايزين نوقف انا وانت على موضوع تضيع الوقت والحاجات دي وعايزين نقللها رسالة للناس كلها يعني لان انا شكلنا انا قلت هلا مش في الزمالك بس الزمالك وكل الان دي بيقع من غير أي حاجة عشان يضيع دي او يستنى تغيير بييجي فيه جونة عطلة هو دا اللي بيحصل عطلة كرسة كرسة يا ريت نناشد ولادنا احنا بنعايزين نعلم ولادنا الصغيرين وعايزين 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 يا جماعة كيف هي الكلام انت فراخل ضرعت ايديها ثلاثين ثانية يعني كلام فارغ بالصراحة وبعدين فيه ناس بقى بتحطها أفكار للولاد يقول لك خبرات خبرات ايه مش ديه خبرات قبلنا يا جماعة خبرات استهلاك الكورة استهلاك الوقت لكن مش تضيع الوقت استهلاك الكورة النهار نازل زمالك والله والله كمان مرة النهاردة نازل زمالك لو بعد الجول اللي جابه في العشر دقيقات تانيين عملوا ثلاث بصات أو أربع بصات وراء بعد اللي هيروحوا للجنب الثانية مساحات خطيرة جدا وكان برضو مصممين كالتنعصام على اللعب الترويد المرة اللي فاتت في الموارد الشعب أكتر من عشر أو اتناشر كورة وكلها مش نصلح الزمالك خطير عادي جدا انت لعبتك هتروح كل ثلاث اللمسات هتروح للجول تصدقنا لأننا هتشايف هم في رية النصر خلاص عاملة كده وده رايح هنا وده رايح هنا والدنيا جميلة جدا فيه سبيس بس مساحات بس تمام؟ لو لقبت الثلاث ببساط لو جمعت اللعبة هتلاقي فيه مساحة دايما فاضية دازيزه هنا كان فاضي ووضاي هنا كان فاضي على طول فده كان فين؟ فهي دي الفكرة هتبعلي اسمه ايه؟ أنا دا مأعمل استحواز وفي نفس الوقت هاوصل بالجول الاستحواز بس تهلك بالوقت وفي الاستحواز في الآخر هيوصلني للجول عن طريق اثنين لعبة على واحد ثلاثة على اثنين هنوصل يعني يعني اه اقطعو بنتداركها في الفترة الجافة لندي الزمالك لان الزمالك إنها العرب جيم كبير جدا وكانت النتيجة لازم تطلع إجابية عن كده بس الحمد لله يعني وحايل عيبت للزمالك وجرائطها النهاردة بس النهاردة برضو كانت العصامي كان الزمالك قدر يوقف جبهتين يعني واحد بلعف في منشستر يونايتد اللي هو أليكس ناحية الشمال شوفناش منه أي خطورة من ناحية للشمال على الحالة المخلوصي وأيضاً علي الغنام سلطان الغنام اللي كان برضو جبهة هجومية من ناحية المين والنهاردة قدر برضو فتوح يوقف تماماً خطورة الغنام والله يبص طبعاً نادي الزمالك هو بدأ الشوتر قول زيما اتفانا إنه هو حاول يدخل فتوح لجوه عشان يبقوا اتنين ديفندر وقدامهم كمان اتنين ديفندر اللي هو عمر جابر والسيسي وكان عايز يعمل دايماً فيه بالانس بينهم هم الأربعة مع بعض لو كورة بقى تحت شمال ناحية الفتوح ففتوح اللي بيروح ومعاه دونجا والسيسي بيرحل هو النهاردة هو اللي بص هو اللي بشكل كويس مفيش شك اللي باتزان اللي ببالانس كويس وعمل حاجة كويسة جداً نادي الزمالك النهاردة أنا بحيي جداً بقولك النهاردة تركيزه عالي جداً تيك تيكياً دفاعياً وتيك تيكياً هجومياً النهاردة من أعلى منشاط نادي الزمالك من ساعة ما الراجل جه عشان نبقى متفين لأنه هو بلعب قسم قوي يعني فبنقيسه عليه كان نبسي بس فعلاً بقولك كنز عالي جداً لأن المطش كان يتلع ناتيكته عادي جداً 2-0 مش قبل مش بقى أنا بأتكلم عن منادي الزمالك كندية مثلاً لا 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 أنا بقولك المطش عادي جداً في الحشر داي اللي بعد الجول فعلاً ناتي الزمالك كان ممكن يكسب برضو نوع أولابنا يا جماعة ألعب الكورة للمكسب ما تلعبش الكورة وخلاص إن أنا جبت جونفة دي الأملة هاتوا جوان ولعبوا الكورة واستمتعوا يصيبه شكراً لك شكراً لك كابتن عصام عبد وليك منادي الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر للشباب إذن النصر في دور التمانية لكأس الملك سلمان هو ولد شباب السعودي أول المجموعة وهيواجه الرجاء المغربي في دور التمانية والوحدة الأمراتي سيواجه الشباب السعودي مباراة كبيرة للزمالك أفضل مباراة للزمالك في بطولة الملك سلمان ها مباراة اليوم أمام النصر السعودي المدجج بالنجوم العالميين في أرض الملعب أكثر من يعني كل الفريق كان نجوم المباراة اليوم يعني الرجل المباراة هو الفريق كله النهاردة أجاد في المباراة يعني من أول صبحي لحد سيف الدين الجزيري يعني كنا تمنى طبعاً لأن النزام أمريكي يكون موجود في دور التمانية ولكن يعني رونالدو كان لي رأي تاني الأهل اللي بيلعب المصري زي ما قلنا في التغطية السابقة المصري أبور سعيدي وتعادل واحد واحد أحرز هدف المصري الأول مروان حمدي بضربة رأس وتعادل وحسين الشحات من ركلة جزاء قدر أنه يأخذ ركلة جزاء سجل منها علي معلول ودرأتي الشوط الأول الإضافي انتهى وفاضل الشوط على نهاية الغراء مين يصل إلى دور قبل النهائية الأهل أم المصري برسعيدي إذا لا نعرفه في التغطية القادمة شكراً مرطاني لكتوني سامو عبد وكان معكم وليد ماهر من تليفزيون اليوم السابق هذا يجب ترجمة نانسي قنقر